القوى الكبرى، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا بتصنف حركة المقاومة دي بأنها منظمة إرهابية المعضلة القانونية دي إزاي يمكن حلها؟ يعني طبعاً كون إنها بتصنف الحركة إنها حركة إرهابية أو منظمة إرهابية لا يجد له أي قيمة عندما نذهب إلى مجلس الأمن لكي يعني يصدر قرارات بسأل هذا الموضوع فلا يمكن لمجلس الأمن أن يصير إلى منظمة حماعز كأنها منظمة إرهابية ده من ناحية، لو لجأنا إلى المحكمة الجنائية الدولية وده بيحدث الآن والفلسطين على فكرة هي عضوا في محكمة جنائية الدولية فلما نروح المحكمة وتجري التحقيقات لا يمكن تحقيقات المحكمة هتقول إن إسرائيل كانت في حالة الدفاع سريع عن نفسها بل ستقول إنها دولة معتلية علاوة على إن مقامة بالإسرائيل في الحقيقة بها انطبق عليه الأربع حالات اللي بتختص بيهم المحكمة المحكمة الجنائية الدولية بتختص بالجرائم ضد الإنسانية بتختص بيه جرائم الإبادة جماعية وبتختص بجرائم الحرب وبتختص بجريمة الردوان والأربع حاجات دول أو الأربع جرائم دول إسرائيل اكتكبتهم بالفعل إسرائيل اكتكبت جرائم الإنسانية اكتكبت جرائم إبادة جماعية بتحاول إنها يعني بتقصف المدنيين تحاول إنها كمان تدفعهم إلى ترحيلهم تحريراً قصرياً إلى مصر أولاً ثم تنقلب بعد ذلك إلى الأرض هذا غير مقبول بالمرة وبعدين أنا الحقيقة يعني مندهش مندهش من إيه؟ أنا بتابع المحطات التلفزيون الإخبارية العالمية وبيشوف حجم المظاهرات هناك مظاهرات في واسنطن هناك مظاهرات في نيورد هناك مظاهرات في الفلبين وفي ماليزيا وفي دول الأوروبية بريطانيا نفسها فيها مظاهرات عارمة كلها في مصاحة الفلسطينيين طبعاً في الماضي كان الناس بتبصوا بتشوف الأجهزة الإعلام بتلاقي إن إسرائيل دايماً هي اللي على حق وهذا كان المصر الوحيد الوقت عندنا وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي خلت الناس تعرف الحقيقة لأن دي أصبحت ملايين مشاهدين بيشوفوا وسائل التواصل الاجتماعي ويعني حتى السويد نفسها لديها أغنية جميلة جداً بتتكلم على فلسطين إنها حرة وإنه يجب إنها يكون لها دولتها المستقلة أغنية جميلة جداً الفلسطينيين تنجواب العربي مع نفس اللي نحن يعني الأمور بس يكون لها في التغير